محاولة جديدة للمتمردين الحوثيين لاستهداف منشآت النفط في السعودية نجحت الرياض في إحباطها وزارة الدفاع السعودية أعلنت تدمير صاروخ باليستي استهدف منشآت عملاق النفط أرامكو في شرق المملكة الوزارة قالت إن الهجوم استهدف ساحة تخزين براست النورة ومنشآت النفطية في الظهران لكن دون خسائر بشرية أو مادية السعودية وصفت الهجوم بالإرهابي والجبان وأنه لا يستهدف المملكة فحسب وإنما أمن واستقرار إمدادات الطاقة العالمية كما أكدت أن الرياض ستتخذ الإجراءات اللاذمة لحماية مقدراتها ومكتساباتها الوطنية بما يحفظ أمن الطاقة العالمي وسبق هذا الاستهداف إعلان التحالف العربي تدمير تائرات مسيرة أطلقها المتمردون الحوثيون تجاه المملكة تزامن هذا مع تأكيد التحالف على استمرار العملية العسكرية النوعية التي تشمل ضربات جوية ضد المتمردين الحوثيين